انا محمد عيسى من تيم بيتنجرام ان شاء الله النهاردة هشرح معكم شوية في الفيسيولوجي هبدأ بالإنتردكشن وبعد كده هدخل في السيمباساتيك وبارسيمباساتيك ان شاء الله ضرفتكم وهبدأ بمقدمة بسيطة كده مبدئيا ايه هو الفيسيولوجي اصلا الفيسيولوجي ده علم الحياة عموما ده اللي بيدرس كل وظائف المخلوقات الحية الهيومان الفيسيولوجي طبعا بيبقى مهتم اكتر بالهيومان باضي اللي بيخلي الانسان يبقى عيش قويس طب ايه السيستمز اللي موجودة؟ طبعا فيه دايجستيف سيستم ورسبرياتري سيستم ورنينيري سيستم ولكوموتر وكارديوباسكولر وربروديكتو وفيه سيستمز تبقى ريجولاتري أو كونترولينج سيستمز ديه السيستمز اللي هتدرسوه عموما على مدار الفترة الاكاديمية بتاعتكم في الفيسيولوجي تمام؟ فيه كام كلمة شوائية عن ريجولاتري أو كونترولينج سيستم بيعمل ميكانيزمس مختلفة عشان يقدر يكيف نفسه لأي تغيرات في البيئة سواء تغيرات دخلية أو خارجية فده بيبقى عن طريق ايه اندوكراين يا نيربر سيستم الاندوكراين عن طريق ان هو بيطلع هورمونز بتلف في الدم بتادي تأثيرات بس تأثيرات بتاعتها بتبقى بطيقة فده بيبقى سلوريجيليشن الاندوكراين جلنز زي طبعا السيرويد وبارسيرويد والسوبراريجينال والتيستس والأوبرز وبتوتر جلند والأيليتس والفلانجرهنز كيف بانكرياس كل واحد في يوم بيطلع هورمون معين بيبقى ليه فانكشن معينة بتروح تعمل تارجت الأرغان معين يعني دي فكرة سريعة من برا كده كم مش معاكم تفاصيل حواري تمام؟ نجيبقى للنيرفر سيستم ده بيبقى مسؤولة عن الربيد ريجيليشن اللي هو التغيرات السريعة النيرفر سيستم أسهم لحكتين سنترال نيرفر سيستم وريفر نيرفر سيستم السنترال نيرفر سيستم ده دايما بيبقى محمي جوه العض زي الجونجومة والفرتبرا كولم البرين بيبقى فيه كذا حاجة زي ستريبرا هيمسفير البيزل جانجليا السالامس الهايبوسالامس البرين ستم زي الميت برين بونز ميدالا وبلونجاتا السريبيلوم وده بيبقى طالع ماسك في دانكلز بتاعته والسباين الكورد طبعا نش عارف الصورة بينها لا انتو كدك هذه الحاجات دي عارفناها اسما بس ما عليكوش اي حاجة عنها يعني دلوقتي تمام؟ نجيب ايه للاهم ده الجزء اللي ايه يخصين اكتر البريفرال نيرفر سيستم البريفرال نيرفر سيستم ده وظيفته انه هو بيكونكت ال السنترال نيرفر سيستم لكل اعضاء الجسم ده بيبقى عرفي ايه؟ 2 فايبرز سنسري وموتر السنسري ده اللي بياخد الاشعارة من البريفري يوصلها للسين اس اما الموتر ده اللي بياخد الاشعارة من السين اس يوصلها للأرجان نفسه وطبعا ده هنوضح الكلام وفي حاجات تفصيلية اكتر جاية البريفرال نيرف دول مقسومين الكرانيال نيرف وسباينال نيرف الكرانيال عبارة عن اتناشر ربير اللي هم ايه يعرفون بس يعني كل واحد يسمو ايه؟ ده كفاءة نمبر 1 اللي هو الالفاكتري التول هو الابتك اللي هو البصري اوكيلوموتر تروكيلا نيرف تراي جيمينال ابديوسينت فاشيال فستيبيلو كوكليار غلوسفرينجال فيجاس اكسيسري هايبوغلوسة نيرف يعني هوا دول مش هتتسائلوا في يوم دلوقتي هم فيه اربعة بس مهمين وده اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل قدام كل واحد بيعمل ايه؟ البي كويس قوي انكو تعارفين بس رقم كذا اسمو كذا ومش لازم قوي تحفظوها بس يفضل تمو حافظينها فيه معلومة هنا مهمة ان الكريينال نيرز فيه شوية منهم سينسوري بس يعني بيستقبلوا بس الاحساس وفيه شوية منهم موتور بس اللي هم بيعملوا اكشن بس وفيه مكسيد يعني فيه منهم بيستقبل وبيعمل اكشن تمام؟ نجبها للسباينال نيرز السباينال نيرز هوا المقسومين ايه؟ لو سيرتي وان بيرز طلعين من السباينال كورد تقسمتهم ازاي السيرفايكل 8 12 سراسيك 5 لامبر 5 ساكرار 1 كوكسيجي كل السباينال نيرز سينسوري وموتور يبقى هم كل السباينال نيرز الواحدة تلاتين بيرز كلهم ايه؟ مبارة عن ميكسيد نيرز بعد كده هنا بقى الاتشي سباينال نيرز بيبقى بيروح السباينال سيجمينت اللي هو ده عن طريق توروتس دورسل وفينترول نجيبقى ايه للتفصيل بتاع الحتة ديه؟ البستيريو روت اللي هو اللي هنا باللون الازرق او الدورسل اللي هو ده بيروح ده بيبقى شاي للسينساشنز اللي هي الاحساسات ده اللي بياخد الاحساس من الريسبتور يوديلي الـ CNS تمام؟ اما الفينترول روت اللي هو القدام اللي هو بيتسمى انتيور ده بياخد الموتور ايمبلس من الـ CNS يوديلي الارجان يعني بيمشي كده ويروح لحد الارجان بعد كده بقى في معلومة مهمة وبتيجي في الـ MCQs كتير طب ايه الـ Structure Unit بتاعت الـ Nervous System اللي هو الـ Neuron اللي هو عبارة عن Cell Body و Dendrites و Axle اللي هو الـ Neuron العادي ده طب ايه بقى الـ Function Unit يعني ايه الوحدة الوظيفية بتاعت الـ Nervous System اللي هو الـ Reflex Arc ايه الـ Reflex Arc ده؟ مكاوم ايه مكاوم من خمس حاجات Receptor Afferent Center Efferent Effector طب يعني ايه الكلام ده؟ لو بصينا هنا في الرسمة اول حاجة Receptor اهو الـ EAT ده مسكت حاجة سخنة فالـ Receptor حاس ان دي سخنة فبعت عن طريق Afferent اللي هو بيشيل Sensory Impossus او الاحساسات اهو اللي هو Sensory Neuron اهو ده تمام؟ الـ Afferent ده بعت للـ Center الـ Center راح راضد بالـ Efferent اهو اللي هو الموتور اهو ده بعد كده راح للـ Efferent Organ اللي هي العضلة العضلة يعملي Contraction عشان يشيل ايده يبقى ديه الـ Reflex Arc ده بشكل مبسط جدا تمام؟ طيب نجي بقى لـ Spinal Cord Spinal Cord أصلا مكاوم من ايه؟ مكاوم من Central Callan اللي هي اللي في النص دي متحوطة بـ H-shaped grey matter اللي هو ده ده الـ H-shaped معمول بإيه؟ معمول بالـ Nerve Cells و Un-Myelinated Nerve Fibers يعني Nerve Fibers مش حواليها Myelinated Teeth وده يبين بردو في حاجات تانية قده طيب الـ Grey Matter مقاسوم لإيه؟ Posterior Horn اللي هو الدورسل يعني ده بيبقى Sensory والـ Anterior اللي هو الـ Ventral ده بيبقى Motor وساعات بيبقى في حاجات فيهم Lateral Horn وده بيبقى مخصوص للـ Autonomic تمام؟ طيب الـ White Matter دي بتبقى اللي هي اللي حوالين الـ Grey Chips اللي هي ببقى كله الـ White ده كله ده بيبقى معمول عن طريق Nerve Fibers Myelinated حواليها Myelinated Teeth تمام؟ دي عبارة بتبقى حاجة من الـ 2 ascending tract يا descending tract يعني ايه ascending tract؟ يعني حاجة تصاعدية يعني بتطلع من تحت الفوق اللي هي بتاخد من الـ Receptors بتطلع بيها الـ Higher Centers اللي هو من اخر الـ Brain يعني او الماغ اما الـ Descending فده بيطلع بحاجة بتطلع من الحاجة العليا للحاجة الاسفل لها حاجة نازلة من فوق لتحت طيب ايه اعلى حاجة في جسم الإنسان اللي هو الـ Higher Centers فهي بتاخد الـ Impalses او الإشارات من الـ Higher للـ Lower تمام؟ طيب الـ White Matter مقسوم لإيه؟ برضو Posterior Column و Anterior Column و Lateral زي ما أقضح طيب نيجي هنا للـ Afferent Nerve Fibers يعني ايه Afferent Nerve Fibers دي اللي بتبقى شغيلة الإحساسات دي بتبقى موجودة في الدرسل Root زي ما قلنا وبيدخل Spinal Cord عن طريق Poster Root بتاع Spinal Nerve ودول بيعملوا Relay في Posterior Horn Cell أو Directly في Posterior Horn Cell او الـ Afferent or Sensory اللي هو بيبقى من هنا يبينزل على طول في Posterior Horn Cell يبينزل على طول في Posterior Horn Cell يبينزل على طول في Posterior Horn Cell ويعمل في Posterior Horn Cell اما بالـ Efferent Nerve Fibers دول أصلا هم مكانهم الاساسي جسمهم الاساسي موجود في Posterior Horn Cell هو الحتة اللي من قدام الأجزنز بتاعتهم بتطلق بتروح للـ Skeletal Muscles على طول عشان تؤدي له الموتور Nerve Supply تمام؟ في بقى كذا الـ Reflex عندكم الـ Mono Synaptic Reflex وPoly Synaptic Autonomic المونو Synaptic ده اللي هو بيبقى عبارة عن 2 Neurones و Synapse واحد طب يعني ايه؟ يعني الـ Efferent بيروح على طول يقف الـ Anterior Horn Cell تمام؟ Without Intermediate Neurone هدي مفروض وزاوت زي L Stretch Reflex ساني اجيب لكم صورة في يحملكوا الحور اهو بعد كده من الـ Anterior تلع الـ Efferent بس يبقى الـ Mono Synaptic Reflex هو مكون من ايه؟ من 2 Neurones Afferent و Efferent ومعبارة عن 1 Synapse ومفيش نوع Intermediate Neurone تمام؟ أما بقى الـ Bully Synaptic يبقى أكتر من 2 Neurones وبيبقى فيه طبعا Intermediate يعني هو بيعمل Relay في حتة زي هنا في الثلاثة بيعمل Relay في البوستير بيقى بيقى فيه Intermediate ما بينهم بعد كده بيطلع بقى لـ Efferent فبيبقى فيه أكتر من Synapse فيه أكتر من تشابك حصل هنا بيقول ان Efferent هيبقى في البوستير هونسل بيقى بيقى فيه 1 اكتر يعني بقى لو قال لك 4 Intermediate Neurones على حسب بقى هو ما كانوا في الجسم بالضبط وكده ده زي L Withdrawal Reflex تمام؟ انه يبقى للـ Autonomic Reflex Arc ده عبر عن ايه؟ ان الأفريل نيرف بيطلع من الأورجان لو هنا لو قلنا بالريسيبتور تبدأ هنا يروح عن طريق a posterior root في spinal nerve اهو تمام؟ بيروح يعمل Relay في Lateral Horn Cell أو كل الأوتوميك بيلعبوا ان هم بيعملوا relay في Lateral ولا anterior ولا بosterior تمام؟ هنا في Lateral Horn Cell اللي بيطلع في B-Gangliotic اللي هي بتبقى حاجة قبل الجانجليون تمام بيطلع اللبني ده بيبقى طالع وبيروح في الجانجليون بيحصل له ريلي يعني بيروح يثبت في الجانجليون وبعد كده من الجانجليون بيطلع حاجة تانية افرين تاني بتسمى بوست جانجليونيك اهو اللي هو باللون اللموني ده بوست جانجليونيك بيطلع من الجانجليون يروح للإفكتور أورجن يبقى كده الـ Autonomic Reflex Arc مكونا من ايه ادي الريسبتور بيطلع بيطلع افرين تنير بيروح في اللاترال هون سيل بيطلع بري جانجليونيك بيروح الجانجليون بيحصل له ريلي بعد كده بيطلع من الجانجليون على اساس انهو بوست جانجليوني واصلا كلمة بي يعني ما قبل الجانجلي بوست يعني ما بعد الجانجلي تمام البوست جانجليونيك اهو بيطلع بيروح للإفكتور أورجن يعمل الأكشن بتاعه طيب الـ Nervous System Assume Functional ازاي لأي اساس فيه Voluntary او Streated Skeletal Muscles اللي هو بتحرك الجسم والبوضي اصلا اسمه سومة فدول بيبقى Sublite بالSomatic Nervous اصلا والعضلات دي بيبقى Under Control بتاع الانسان انت ممكن تتحكم فيها عادي خالص تمام زي مساء ببيسيبس انت ممكن ترفض ايدك وتشد ايدك تاني عشان دي ايه حاجة معمول لها Sublite وفي عضلات بتبقين Voluntary اللي هو انت ما تقدرش تتحكم فيها وبتبقى هم بيقدروا يتحكموا في نفسهم ويزبطوا نفسهم فدول بيبقوا معمول لهم Sublite بايه بقى بال Autonomic Nervs زي بقى اللي موجوده في ال Alimentary Canal وال Air Passages اللي هو في المناطق الهوائية والWoods اللي هو ال هنا قصدي ممارات الهوائية وهنا في الجذرات الاوعاد الدموية او اللي في المسانة هل انت بتقدر تتحكم فيها لأ؟ هي فده بتبقى عن طريق كل ده عن طريق ال Autonomic وال Alimentary Canal لو انت ما تقدرش تقول بطنك ايه ضمن دلوقتي او ما تقدر مش اوقفه شوية دي حاجة انت ما تقدرش تتحكم فيها وشكده هي بتبقى عن طريق ال Autonomic Nervs طيب وفي بقى حاجة تالتة اللي هي كاردياك موسيلز هما استرياتت تمام؟ يعني زيهم زي السكليتال بس هما انت ما تقدرش تتحكم فيهم فدول برضو بيبوصوبلايت بال Autonomic Nervs او Autonomic Nervs يعني اللي هو انت مسلا افرد زعلت شوية هل هتقول لقلبك خلاصا هقف قلب بيبيعه هشغله لا الموضوع مش بيدك الموضوع جسمك Automatic بيعمل regulation ليه عن طريق ال Autonomic Nervs تمام؟ بعد كده هون Nervs ممكن نقول ان هما في نوعين اللي بيعملوا control involuntary زي contraction بتاع السكليتال موسيلز دول بيبقوا طلعين من anterior horn cell من كل spinal cord وصم motor cranial nerve nuclei مش اهم حاجة دي وال Autonomic اللي هما بيتحكموا في involuntary actions زي secretion of glans اللي هي الغودة تيفريز او contraction بتاع smooth muscle cardiac walls و بلد ويزلز زي ما قلنا دول بيبقوا طلعين من شوية من cranial nerve nuclei وال lateral horn cells of some spinal cord تمام نيجي بقى ايه للأساس بتاعنا والأهم كل اللي فات كانت مقدمة سريعة بس عشان ايه ندخل في المهم اعرف ان الممكن تكون تفاصيلها تقيلة شوية بس هتساعدكم تفهموا اللي جاي بسهولة تمام Autonomic nervous system ده عبارة عن 10 cranial nerve ايه بقى الاماكن اللي بيطلع منها من cranial nerves اللي قلناهم من شوية قلنا كم cranial nerves 12 بقى اربعة بس بيقى فيهم Autonomic fibers طب الاربعة دور بيتحفظه ازاي على رقم واحد تسعة سبعة تلاتة اللي هو سنة الحرب تمام طب واحد دي يبارة عن ايه هتمثل رقم 10 اللي هو cranial nerve 10 cranial nerve الاصلي اللي هو البيجس تمام 9 اللي هو بيمثل الجلوسوفارينجيا 7 اللي هو الفيشيال 3 اللي هو اوكيلوموتور يبقى بتحفظه ازاي الكرينيال نيرف اللي فيها Autonomic 973 اول واحد اللي هو البيجس التسعة كلوسوفارينجيا السبعة اللي هو الفيشيال تلاتة اللي هو اوكيلوموتور وبيبقى طالع من كل الصراسيك سيجمال وطالع من الأبر سفي لامبر ومن الساكند والسيرد والفور ساكرال سيجمال دول المناطق اللي في جسم الإنسان فيهم Autonomic fibers طيب نيجي بقى نشوف مين اللي بدول ليهم functions او حاجات بيبقى مكملة لبعض هنا السراك ولمبر يعني دول الكل السراسيك سيجمال والأور سري لامبر دول بيبقوا لهم نفس الاخشن ودول بيبقوا أنهي سيستم اللي هو السيمباستيك سيستم أما cranial sacral أو cranio sacral دول بيبقوا زي بعض بردو لهم وظائف تكاملية اللي هما الفور cranial nerves وال second third and fourth sacral تمام في برندق من الجسم بيوصل لها شبار سيمباستيك زي الجلد الليمز السراسيك والأبدومين الوولز ventricle of heart اللي هو lower chamber بتاع الهارت الاسبرين وقدرين الميضال كل دول ما بيوصل لهم شبار سيمباستيك نيجي بقى الوظائف السيمباستيك سريعا اين فكرة السيمباستيك بار سيمباستيك السيمباستيك ده يعتبره واحد داخل خنائة هو متعصب واللي هو السيستم بتاع الفايت فلايت فير تمام اما البر سيمباستيك ده مين وانت قاعد على الكنبة مروة بتتفرج على حاجة ده البر سيمباستيك طيب نيجي نشوف ايه بقى الوظائف بتاعت السيمباستيك على الهدنك نبدأ اول حاجة العين انت داخل خنائة دلوقتي مع حد او فيه شايف حد بيجري عليك هتعمل ايه او ايه رد فعلي جسمك على الحوار ده مبدئيا بتروح فيه موتور اللي هو بتروح دي موصل موجودة في العين بتقدر بتخلي العين يحصل للبيو اللي هي المصطلح بتاعها اللي هو بتوسع حضقة العين ليه عشان تخليك اللي هو جاي عليك او العدو ده بشكل اسرع تمام وفيه حاجة بتروح للسوبرية وانفيور تارسل المسلز اللي هم بيبقوا موجودين دي عضلات موجودة في اطراف العين بتخليهم يحصل لهم تشدهم كده عشان توسع البلببرا الفشر اللي هو عشان برضو توسع العين وفيه ايفرين نيرف بيروح برضو الريترو أوكيلر او يسمعها مولارز ماصل دي بتعمل بريتروجين ايبول او بتتسمى بمصطلح اللاتيني بتاع اوكزو في سالمس اللي هو بتيبقى فيه جخوص في العين تحس العين طلع على البرا كده شوية ودي بتبقى واضحة اكتر في الحيوانات اكتر من الانسانية بتحس في الانسان بس بشكل مانيمال كل التغيير دي هدفها ايه انها بتزود الفيلد وفيجا عشان تخليك تبقى شايف احسن طيب على ال سكن وانت بتتخانق اللي بيحصل مبدئا حاجة بتروح للاوعية الدموية بتعمل لها كونتراكش او فاس كونستريكش ليه ليه بتضيق الاوعية الدموية اللي موجودة في الجلد عشان لا قدر الله لو تعورت الدم اللي ينزف منك يبقى قليل فده ميكانيزم الجسم بيدافع بيه عن نفسه وبيحل الاركتور بالليموسل بيعمل اريكشن افهير يعني انت حتى لو فكر ما حد بتخضي فجأة او كده بتلاقيش عره وقف عشان بسبب الاكشن ده وبيبقى يروح لل السويت اللي هي الغضادة العراقية بيخليها تزود السويت سكريشن طب ليه يعني انت دلوقتي بتخنق او انت بتعمل مجهود ليه بيبقى فيه سويت سكريشن كتير ده بهدف انه هو عشان نقلل درجة حارة الجسم عشان جسمي ببقى درجة حارته عالية فالسويت سكريشن دي بتاخد شوية من البودي تيمبرتشر فتخليها ايه يعني قريبا يعني الابريج بتاع الجسم تمام طيب للساليبري انت دلوقتي بتتخنق فانت مش مهم عندك انك تاكل بالعكس انت مهم عندك ان انت ما تريلش وانت بتتكلم او انت بتزع او كده فبتعمل حاجة بتخليه للساليبري طيب يعني ايه او ايه او ايه او اصلا ده ده بيبقى 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 اللازج كده اللي هو حتى لو انت فاكر وانت خايف مسلا تتكلم قدام ناس او كده بتحس ان ريئك نشف ده بسبب السمبستاتيك بيشتغل بقوة فبيعمل الحركة دي طيب فيه سندروم كده بيحصل اسمه هورنر سندروم طيب السندروم ده ممكن يحصل ليه لو السمبستاتيك سبلاي بتاع الهيدو النك حصل له دامج او كتنج بيبقى الدامج عمفين بالزبط في السيبرير سيرفايكال سمبستاتيك جانجل بيحصل في one side of face لو زي ما انتو شايفين هنا ده هنا السمبستاتيك شغال عادي خالص هنا حاصل الهورنر سندروم او الجزء المتقصل طيب الهورنر سندروم لو حصل اللي بيحصل يعني انت دلوقتي مفروض السمبستاتيك شغال فمبدئيا انت خلاص قطعت السبلاي بتاع السمبستاتيك في النص ده فاول حاجة هتلاقي بصعينه ميوزس حضقة العين ديئة عكس هنا توزس هتلاقي جفنه واقع اين وفصالماس بتحس ان العين داخل الجوة شوية redness و flushing عشان طبعا هنا بيوفيه فاظو ديريتيشن عادي خالص او فيه توسع في القواعي الدموية وانهايدروزيز احي اللي هو جفاف هنا هتلاقي سويتش عغال عادي وكل حاجة هنا انهايدروزيز تمام نيجي بقى خلصنا كده تأثير السمبستاتيك على الهيدننك ندخل على تأثيره على سراسك تطلع من اللاترال هورنسل بتاع الابار فورس راسك وبتعمل synapse 3 cervical سمبستاتيك جانجلي ده اللي هو طلع من اين وعمل synapse فين البوسك جانجليونك فايبرز بتوصل بقى للهارت واللونج بتوصل للقلب والرئة عشان تعمل ايه مبدئا ان انت دلوقتي بتتخانق او بتجري او بتعمل حاجة فانت محتاج تعمل stimulation لالكارديك بروبرت بتخلي كل وظائف القلب بتشتغل زي انها بتزوي بقى هارت ريت والفورس اللي هو سرعة القلب وقوة ضرب القلب بتروح لل كرونيان ريفيزلز كرونيان ريفيزلز دي دي اللي بتوصل الدم للقلب فانت محتاج توصل دم مكتر للقلب فبتوسحها عشان تقدر تتوصل دم مكتر فهنا بيعمل بعض الاريتيشن للكرونيان ريفيزلز تمام بعد كده الريلاكسيشن وفي مصرز وبرونكواي والبرونكيولز طب ايف فكرة ليه هنا بيحصل الريلاكسيشن للمصرز اللي موجودة في البرونكواي وبرونكيولز اللي هي في الرئة يعني عشان تخلي الممرات الهوائية أوسع انتخيل لو العضلة حصل لها كونتريكشن للموضوع ها يدي فهما بيحصل لها الريلاكسيشن اللي الدنيا بتبقى أوسع وبيحصل بردو فوازو كونتريكشن لبالموني ريفيزلز خلي بالكواه عشان حتة دي بيتسائل عليها في الأسئلة كتير وبتطلق بطوه هنا بيحصل فوازو كونتريكشن في كروني ريفيزلز في السيمباساتيك طب ليه عشان احنا القلب محتاجين نوصله دم كتير اي حاجة تانية تقريبا في السيمباساتك بيحصل فيها فوازو كونتريكشن للبيزلز زي هنا فوازو كونتريكشن بالموني ريفيزلز طب ليه انت محتاج تيبقى فيه دم ووصل للرئة طبيعا بس انت ما بتعمل فوازو كونتريكشن اه فيه دم بيوصل بس بتخلي توسع مساح اكتر ان يبقى فيه هوا اكتر يوصل للضمج تمام بعد كده ايه تأثيره على الابدومنال فيسرال مبدئين الابدومنال فيسرال بريجي جانجليونس بيطالع منين من الناتر الهورن بتاع اللورس روسك سيجماتس ومن الجريتر بلانكك نيرف دي بتتحفظ يعني المعلومة دي اللي هو بريجي جانجليونس بيطالع منين وبيعمل سينابس فيم بتتحفظ عشان استعاد بيطالع لها في الامسيو تعني هي بتتحفظ دائما هي بيعمل سينابس فيم في كلات رانجانجلي طيب بوس جانجليونس فيبرز بتاعت الابدومن في السمبستاتك بتروح تعمل ايه بتا دلوقتي برده بقول لكم في خناعة فلاغلب الابدومنال بيروح يعمل بلات فيزلز للمعظم وممكن يعمل بلات فيزلز هي مش قاعدة بس المعظم بيحصل له بلات فيزلز وبيروح للول بتاع اللي هو جتار المعدة لحد بيعمله اللي هو ما يخليهوش يعمل اللي هو يهدي كده وبيروح للسفنكتر اللي هي بايلوريك والإليوكوليك سفنكتر يقفلهم موتور ليهم بيعمل لهم اللي هو السمام بتاعها قفلهم طب ليه يعني ايه الفكرة في حاجة زي كده عشان يخلي المعدته ده ما تشتغلش احنا مش عايزين نشغل دلوقتي او اي حاجة احنا دلوقتي منتخاني تمام ويه بيروح للسوبرارينا المضالة السوبرارينا المضالة بيروح يعمل سيكريت للأدرينيين لتأمين في المية والنور أدرينيين عشرين في المية طيب دول ايه وظيفتهم بيلفوا في الدم بيعملوا جنراليز سمبساتك اكشان اقول له هم وانس ان هو حصل سيكريتشا جنراليز اللي هو بيحس ان كل الجسم بيعمل بيعمل سمبساتك وبي اكتس اس موديفايد سمبساتك جانجلي وبيروح للليبر بيحول اللايكوجين اللي المتخزن في الليبر لبلاط جولوكوز والعملية دي تسمى ايه لايكوجينو لايسيز يعني لايسيز يعني تكسير و اللايكوجين اللي هو المادة اللي بتخزنها في الليبر فهو بيروح يكسر المادة دي عشان يطلع ده بيبقى يعتبر وقود القلب والعضلات والمخ وانت طبعا محتاجه انت بتخاني او بتعمل اي حاجة وبيروح يزود الفايبرينوجين اللي بتعمل بالليبر عشان يساعد بلاط جولوكوز نفس الفكرة اللي هو عشان لو اتعورت او اي حاجة يلحق يعمل الفايبرينوجين عشان يحصل تغاضات بسرعة عشان ما تنزفش كتير وبيروح للسبلين بيعامل كنتراكشن للسبلينك كابسول عشان يطلع الدم اللي غني بالاربسيز وفي الاغلب دي بتقوى وظيفة بتحصل في الانيمان سابتر بتقوى وضحة فيه طيب البلفيك بقى بيروح يعمل ايه على البلفيك مبدأين ببريجانجليون فايبرز بيتلع من 12 سيروسك سيجمانت والأبر سري لامبر سيجمانت بيروح يعمل سينافس فين في الانفيريوم ميزينتريك والهايبوغلوف سانجليا يبقى السينافس بتاع البلفيك فيستراب بتبقى انهي جانجليون انتم دي قسنا بتحفظوها ولا بيروح يعمل سينافس فين في الانفيريوم ميزينتريك وفي الهايبوغلوف سال طب هنا بيعملوا بيروديوس ايه بقى مبدأيا بيعمل فاصل كونستريكشن للبلفيك بيستراب كلها الانترنال اليوم سفينكتر طب ليه بيروح يقفل الانترنال اليوم سفينكتر عشان يخليها تبنعت يبقى فيه ديفيكيشن نفس الفكرة على المثانة ههو هيروح هي انهيبشن للول الفيريني بلادر اللي هي المثانة هي دلوقتي مثلا مملية تمام فهو بيروح للول يخليه ينهيبشن لو هو ما يعملش كونتراكشن وبيروح للكمان للانترنال اليوم سفينكتر اللي هي السمام اللي هو من جوه بيروح يقفله يعني هو اصلا مقفول بيروح يأكد ان هو يخليه مجدود ومقفول ليه عشان يمنع المكتوريشن نفس الفكرة انت دلوقتي في حرب او في حاجة فانت مش عايز اكيد ولا ده وقت مناسب ولا للدفكيشن بيروح للإيجاكولات ريداكت بيعمل إيجاكولاتيشن نفس الفكرة اللي هو عشان لو تعورت ما تنزفش كتير بيروح للإسكليتال بلوت فيسلز بيعملهم بازل ضيريتيشن طب ليه؟ عشان انت محتاج العضلة دي مسلا وانت بتضرب وانت بتجري يعني مسلا عضلة السمانة مسلا انت محتاج تجري فانت محتاج ضم كتير يوصلة فبيروح يعمل بازل ضيريتيشن هناك بيعمل إيجاكشن وفير زي ما قلنا وسكرشن و السويت زي ما قلنا وبيديليز الأنسر تقفتيج في الإسكليتال مصرز زي ما ما بيحسسكش بالتعب في وقته ده الجسمك بيبقى سخن وشعر فيه وكده بتحس بالتعب بعد ما تهدى لو انت بتلعب شكورة مثلا بتحسش بالتعب وانت في الملعب بتحس بعد ما تتخلص او بتهدى ودي حاجة اسمها قربيلي في نومينة تمام؟ يبقى سريع عن كده باختصار عشان دي اكتر حتة بتتسين عليها وبتتلغبطه الفاظيسيريشن يعني بيقلل البلوات صبلايي الواصل للمنطقة دي الفاظيريتشن يعني بيزود البلوات صبلاي يواصل للمنطقة دي فالسيمبي تيك اولوفر يعني معظم الحاجات بيعمل ايه فاظيسيريشن بس بيعمل فاظي سدارت lo Though they're Hospital deselation الحاجتين اللي هيه الاوعية بتاعةAUife اللي هي الشرايين التاجهاية اللي حوالين القلب عشان لما يعملى عليه فاظي للإدام0000 sebeauxerbeing عشان دي العضلات اللي انت محتاجة وصلها دم عشان انت بتتخاني بيها او بتجري بيها او هكذا تمام نيجي بقى ايه للبارس امباساتيك البارس امباساتيك قلنا ده ايه ده عكسه اللي هو بتاع الانتهى وانت قاعد بتاكل حاجة بتاكل في شوار بتتفرج على فيلم كده هنيجي بقى نمسك في ايه في واحد تسعة سبعة تلاتة او عشرة تسعة سبعة تلاتة اللي هما هنبدأ بقى بالترتيب من اقل للأكبر مبدأين الأوكيلوموتور نيرف اللي هو نيرف رقم 3 في كرانيا نيرز ده بيبقى طالع من اندينجر فيستفال نيوجليس دي موجودة في الميد برين بيروح يعمل صينابس في السيرري جانجلي جنب العين البوست جانجليونيك بيوصل للعين عن انس شورت سيرري نيرف طب ايه بقى الافكت بتاعه الافكت بتاعه انه هو بيروح للكونستركرو بيولاي مصل بيعمل مايوزيس يعني بيديق حضقة العين وبيروح للكونستريري المصل بيخليها تنكريز الباور الف لانس شورت سيرري اللي هو تخليك مركز يعني انت دلوقتي بتتفرج على فيلم هتلاقي انك الحضقة نفسها قلت والباور بتاع القوة العين عدسة العين هتزيد وده انت محتاجه انت مسلا بتتفرج على فيلم او بتعمل حاجة وانت مريح تمام النيرف اللي بعده اللي هو رام بار سيفن اصلا اسمه فاشيال نيرف ده بيطلع من انهي جانجليا بيطلع من فاشيال نيرف نيوكلياوي سوري اهلي نيوكلياوي الفاشيال نيرف وبيروح يعمل صينافس في الكولاترال جانجليا والبوست جانجليونيك فايبرز بتروح لفقل لانهي جلانز او خب يعني بعد ما عمل بريد جانجليونيك بكية حصار الصينافس بعد كية بوست جانجليونيك بقى بييروح يغزي ايه او يوصل ايه بيروح للساليفيري جلانز اللي هما السبماكزيري والسبلينجول تمام وبيروح لللاكريمال والنيازي جلانز طيب ايه بقى وظيفة النيرف ده لما بيروح للجلانزي ما بداية بيعمل فاصل الهياتيشن للدم اللي واصل لدول بيانكريز الوواتري او حينما تنتهي خلاص أنت فيه انت بعد بنايح بتاكل حاجه وتبقى فيه تبقى فيه التعريب كثيروح يكون آيج كثيروى والإنظام ستحت قليلها. عادي انت قاعد بتاكل بقى ومروق فبراحتك يعني. وبيزود السيكيشنز بتاعتها اللاكريمال والنيزر جلانز عمونا. تمام؟ نعمق بعد كده للأليكرايني النيرف اللي بعده. نعمق نوان عمر نوع 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 نوعين. الكلوسوفارينجي النيرف. ده بيطلع من إن؟ بيطلع من الكلوسوفارينجي نيرف نيكليان. هو ده في المضلة قبلونغاته. بيروح يعمل سينابس في الكولاترالجانجليا. ده بيروح يعمل سبلاي للبروتج ثابت أي بقى فايدته أو إيه التأثير بتاعه؟ بيعمل باسلتها وبيعمل بارتو ترو أو وتري برفية سيكريشنز نفس السيكريشنز اللي حينه. تمام؟ آآ وتري أو تري سي بعد كده منيجي للبيج بوس بتاعهم والكبير اللي هو الرقم عشرة الفيجاس نيرف ده بيطلع منين من فيجان نيوكلياي اللي في مضالة قبلونجاتا بيروح يعمل السنافس في الترمينان جانجليا الفايبرز اللي بتروح تعمل سبلاي الاستراصيك والابدوميل الفيسرا لحد الترانسبير سكولا طيب ايه بقى تأثيره انت قاعد ما بتعملش مجهود ما بتعملش اي حاجة فمبدئيا تأثيره اول حاجة على القلب بيقلل ضربات القلب بيقلل انقباض القلب عموما والفينتريكولر مصدز احنا قلنا للقلب فيه فوري تشامبرز هو بيروح يقلل عموما الاتريل وتأثيره على فينتريكول بيبقى بسيط او يعني لا يذكر بمعنى صح تمام هو ده المكتوب ما هي من بين الاقواس بعد كده بيروح للكوروني بلوت فلو بيقلل البلوت فلو اللي وصل للقلب عشان القلب ما بيعملش مجهود فمش محتاج دم كتير يوصله فبيقلل الاكسوجين اللي بيستخدم بالقلب كل ده عشان تقعد مريح فانت مش محتاج تهلك كل ده جسمك محتاجهم حاجة اهم بعد شوال بيروح للموسلز بيعملها كونستريكشن وبيزود الميوكس سيكريشن من الجلينز بتاع الرئة بيروح للموسلز بيعمل بالموسلز بيعمل فلو بيعمل عشان يعمل جاسيكس تشينج براخته بقى ايه تأثيره على الابدوميالفستر هاني احنا ايوه تأثيره على الابدوميالفستر بيروح للسوفيجاس والاستومك والسمول واللارج الانتستن يعني كل الحاجات اللي بيعملهم موتور لو هاشتغلواها وطبعا بيروح للسفينكترز اللي هي السمامات بيخليها يحصلها ريلاكسيشن بيتفتح لو خلاص بقى انت عد الوقت مريح مش عارف ايه بيخلي بقى الامعاء وكل حاجتك تشتغل يعني بيروح طبعا للسومك والبانكرياس والليفر عشان يخليهم يطلعوا بقى الانزيمز بقى الهضم والحاجات دي كلها وبيروح للجولد بلادر بيعمل موتور للجدار بتاعها عشان يخليها تتعسر وينهيبشن للسفينكتر اللي هي السمام بتاعها اللي هو بيتسمى سفينكتر في قولي عشان يطلع البايلفلو اكتر البايلفلو ده بيبقى مهم في هضم الحاجات الفاتمية يعني كل ما تاكل واجبة فيها حاجات دهنية اكتر بتحتاج بايلفلو اكتر عشان يهضمها واخر حاجة للساكرا اوتفلو ده بيطلع منين بيطلع من اللاترال هورن اللي موجودين في الساكرا اللي هما 2-3-4 بيعمل صينابس في الترمنال الجنجليا بيعمل صبلاي اللي ايه للبلفك بسر اي تأثيره؟ ده ما بدايا بيروح لليورناني بيادر اللي هي المسانة يعمل للكونتراكشن للول بتاعها وبيروح للسفنكتر يخليها تفتح يعمل لها انهيباتوري او خلي الرياكسيشن فتفتح فده بيخلي الإنسان يقدر يعمل مكتيوريشن عادي عشان مكان مناسب ودنيا حلوة يعني نفس الفكرة على الريكتم بيعمل موتور للول بتاعه بيينهابت الانترنال انال سفنكتر اللي هي السفنكتر الداخلية فده بيعمل ديفيكيشن وخلي بالكو انا هنا وانا بتتكلم عن السيمبستاتيك او ببار سيمبستاتيك انا بتتكلم عن الانهي سفنكتر الانترنال بس عشان الاكسترنال مش بتبقى سبلايت بالاوتونوميك ركزوا على الحتة دي عشان بيصير عليها في الامسكيو كتير اوي يعني سواء السيمبستاتيك او ببار سيمبستاتيك بيشتغلوا على مين الانترنال انال او الانترنال سفنكتر تمام ويروح للبيل بيسترا بيعمل بيوصل دم كتير فده بيعمل اريكشن سواء في البينيس او كليتوريس واخيرا بيخلي فيه سيكريشن من البورستيك والسيميال بيزيكيشن اتمنى تكون الموضوع كان واضح وسريع بشكل بسيط على قد معدرت ولو حد عنده اي سؤال انا تمام معاكم وبالتوفيق يا رب ان شاء الله